قم للصلاة قم يا بلال إلى الصلاة مروحا قد هدنا هول الحياة وكذرا إن الصلاة لجنة منشودة يشدو بها الأواب حتى يظفرا هي رحلة القرب التي قد قربت هي راحة فاظفر بها مستبشرا بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقات رحلة القرب القرب وهي محطة من محطات السير كلما استوعب الإنسان أن هذه الرحلة لها مقام وترتقي ويرقى بها في سلم الوصول إلى الله عز وجل وهو سائر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح فملاقي هذا السير وعلم أن في طريق سيرك إلى الله تصل بقلبك لا ببدلك الإنسان هو سائر يمشي في هذه الحياة وهو يسير إلى ربه عز وجل فهذا السير إلى الصلاة وأنت تمشي كما قال ذاك الصالح وآتي بالسكينة وهو يأتي رويدا رويدا يستشعر أنه قادم إلى سيده وسيدخل بيت سيده وسيلاقي سيده يسأله يطلب منه كل شيء الأمر الآن الذي هو لا بد أن نستشعره وهو هذا الوقوف بين يدي ربنا الوقوف الذي هو بين يدي ربنا فهذا الوقوف تقوم له وهذا الأولى وتكبر تكبيرة الإحرام هذه الهيئة هيئة التحية وأنت تدخل بالتعظيم تستشعر بين يدي من ستقف أتدرون بين يدي من سأقف؟ بين يدي من ستقف؟ ستقف بين يدي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ستقف بين يدي من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ستقف بين يدي الرحمن الرحيم الملك المالك الجبار المتكبر استحضر ما شئت من أسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه تستشعر هذا المقام من أنت حتى تقف بين يديه كي تكرم كي تعطى كي تحيا كي تستمد كي تمد منه سبحانه وأنت من أنت؟ لك أشياء أنت عبد ابتداءاً ولك أمور تريد أن يقضيها لك من ضيق تريد أن توسع ومن فرج ومن شفاء ومن أشياء كثيرة جداً تلجأ فيها إلى من بيده كل شيء تستحضر هذا الوقوف أنك تهيئ وهذا من تمام التهيئة أنك تتهيئ نفسياً بين مقام تعظيم وإجلال وبين مقام استحضار المنة والفضل منه أي هو مقام محبة لأن الإنسان جبل على حب من أحسن إليه فتستشعر قدرك وقدر من تقف بين يديه وتستشعر صنوف الجلال والجمال والعطية والفضل والجبروت ثم تستشعر ربوبيته ومنته وفضله عليك فتحبه لأن الإنسان كما قلنا جبل على حب من أحسن إليه ثم تستشعر الرجاء الطمع فيما عنده من عطايا ومن تكفير سيئات ومن أشياء كثيرة ترجوها منه سبحانه ثم تستشعر وهذا مقام قلبي خوفك منه لأنك مقصر في حق النعمة في شكره في عبادته مذنب عاص إن لم يرحمك فمن يرحمك فهذه المقامات وأنت تستحضرها كي تتهيأ للدخول بالتعظيم والتكبير الله أكبر هذه التحية ثم تعزز هذا المعنى لأن حال دخولك بالتعظيم تبدأ بدعاء الاستفتاح وأنت تستفتح بنعوت وبذكر كله يعني عظم لا إله إلا أنت وحدك لا تبارك اسمك وتعالى جدك يعني هذه الكلمات التي كلها نعوت جلال وإجلال وتعظيم وتكبير تعزز عندك هذا المعنى وقبلها لابد أن تبسمل فالبسملة تذكرك بأصلك فهي استئذان وتوكل استئذان وتوكل هكذا قالوا قال أهل العلم تستأذن فأنت فقير فأنت تحتاج إلى ابن سيدك ثم تتوكل طلبا طلبا لجلب المنافع فالتوكل صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المدار مع الأخذ بالأسباب فأنت تريد أن تستمد وأن تمد وأن تحيى بهذه الصلاة وأن تؤديها كما أراد ربنا فلن تدرك هذا ولا تريد سهوا ولن تدرك هذا إلا بالاستئذان وبالتوكل أي بالاعتماد عليه ثم كما قلنا تبدأ بهذا الدعاء دعاء الاستفتاح ثم أنت في مناجات فأنت في رحلة قرب كنت بعيدا تتهيئا تتوضى تمشي تستعد تكبر تتهيئ بهذه الأحوال لأنك في رحلة قرب تدنو تقترب من ربك فكنت بعيدا تهيئت توضأت هيئت نفسك تم الاستعداد ثم دخلت بعد أن هيئت قلبك كي تلاقي تعظيما وتكبيرا ومحبة وطمعا فيما عنده وكذلك خوفا خوفا ثم تبسمن استئذانا وتوكل الله أكبر شوفها التكبير الذي يتكرر ويعاد في هذه الصلاة تكبر ثم دعاء الاستفتاح وكله جلال تصف الله بهذه الأوصاف ثم تدنو فأنت لما دنوت منه سبحانه لا تريد مشوشا فاللقاء فيه مناجات فيه قرب فالذي يشوش عليك عدوه فتستعيد وتلجأ بربك أو إلى ربك كي يحميك ويبعد عنك وساوس هذا الشيطان الذي يعني هدفه أن يصرف أن يصرف عنك المدد والأنوار والعطايا الربانية فهذه كلها معاني فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تشرع في الفاتحة فتح لك الآن دخلت بدأت في رحلة المناجات بدأت تخاطب وحديث الصلاة واضح جلي ولهذا قال أحدهم لما أتى إلى عالم وهو يحكي له قصة رمزية قال له وقع جمل في حب فأر تصاحبا فلما أراد الفأر أن يدخل إلى جحره استحيا فالجحر لا يسع إلى صديقه الجمل فرد عليه الجمل قائلا يا هذا إما أن تحب على قدرك أو أن تهيئ مقاما على قدر من تحب فالتقفها ذلك العالم الرباني وقال فاعلم يا هذا إما أن تصلي صلاة على قدرك أو أن تصلي صلاة على قدر من تقف بين يديه هو مقام تعظيم وتكبير وإجلال له سبحانه أتدرون بين يدي من ستقف الآن اللهم اجعلنا من المصلحين الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة في رحلة قرم إليه وبه سبحانه والحمد لله رب العالمين قم للصلاة قم للصلاة قم يا بلال إلى الصلاة مروحاً قد هدنا هول الحياة وكذراً إن الصلاة لجنة منشودة يشدو بها الأواب حتى يظفراً هي رحلة القرب التي قد قربت هي راحة فاظفر بها مستبشراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر